بتصور وصلنا لبيت القصيد هلأ العالم كلها ناظرين مايك فغالي شو بده يقول بناءً على الوضع الاستثناء اللي عم نعيشه هلأ نظراً للي عم بيصير بفلسطين واللي عم بيمتد للأسف على لبنان لوين واصل الأمور؟ هلأ بالنسبة لحبيبتي فلسطين فلسطين بيعتبرها الصبية الحلوة اللي أنا بعدني أعزب حتى أرجع أرتبط بأرضها بوعدها لفلسطين إنو هاو الشعرات بدونين قصوا بالإدس وبكريسة لإيامي وعمة قريبة بالنسبة للبنان خلينا نكون إيد وحدة للمرحلة اللي بدا تسير لإذا مصر في خضة حوالين المطار ما رح ينفتح مطارين آخرين المطارين الآخرين ومطار بيروت أحد المطارات بكون للمسافات البعيدي دايريكت فلايت لأميركا، كندا، أستراليا ما منظلنا محصورين من لندن ونزول لا، رح يكون في عنا مجال للمسافات البعيدي ورح ترجع لأمور بدنا ناكل قتلة في حرب أكيد يعني بدنا ناكل قتلة، ما قلت حرب ولكن هاي القتلة لك الطفل بس يأكل كف ما بينساه لو بعد مئة سنة بدلت تذكر بس لبنان بعد بيحموا الكفوف؟ هاي لبنان قوي لبنان قوي كتير ولبنان أكل الكف الأول من زمان الكف التاني كان بالألفان وستة هلأ بدون يجربوا يضربونا كف بالألفان وثلاثة وعشرين ولكن قبل ما توصل إيدهم لعنا بدنا نقشعون رماد وهذا الشي وعد مني لكل بدون يشاهدوا الحلقة حذرت متل ما ذكرت من خضة بمطار بيروت حكينا هؤل المطارين اللي حكيت عنهم هني لأنه تسكر رح يتسكر مطار بيروت لسبب من الأسكار قيلنا أنه خضة حوالين مطار بيروت وخضة في داخل مطار بيروت خضت مطار بيروت شفنا كيف أنه عأساس في عنا قسطول ثلاثين طيار خمسة وثلاثين طيار ما بعرف قديش دفعوا حقهم لقلنا هوا فجأة طلعوا مستأجرينهم واللي بيخوف من مين مستأجرينهم نقطة على السطر ما إليفوت في هيدا الموضوع ولكن بيطلع عنا بس 8 طيارات نحنا للبنان ما بعرف ليش والوقت اللي كان عنا 30 طيارة وهيدا الأسطول اللبناني طلعوا مستأجرين المهم راحوا الطيارات صارت الخضة من جوا كتار حاجزين بطل في قلون محلات هاي أول خضة تاني خضة هي حوالين مطار بيروت شي سوا بالضاحية مثلا؟ ليه في كتير مناطق غير الضاحية هلا العين أكتر على الضاحية ليش عندك معوض عندك صفار عندك الأشرفية عندك خلدة لا 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 ما خص الضاحية أو غير الضاحية المطار هو وسط مدينة بيروت يعني بجوز تكون الخضة بالداونتان لا ترجع تنتعش راح نشوف موجة اغتيالات جديدة على غدار اللي شفناه بالألفان وخمسة اي شخصيات سياسية سياسية ودينية وبدنا نقشع رجالات دين وقضاء وسياسيين وأعلاميين مرموكين قصهم يختار المنفى وقصهم ورع القطبة هل اللي عم بنفذ هؤال اغتيالات هن اللي شفناهن بالألفان وخمسة نفس الجهة مش نفس الجهة في عدة جهات ولكن المحرد واحد كل من يدافع عن الشيطان الأكبر ما سمي بإسرائيل بتحذر حدا قف هاي بده قف مين كتار ناس بحذرون كتار شخصيات بحذرون باس قلنا اسم اسمه باس لا ليه انت بتكون عم تحميهم يمكن هلا لا رح نخسرهم لكن المكتوب مكتوب في الحياة ليش تأهله يعتلوا هم أو رجاله يعتلوا هم قبل ما يصير الحدث عنصر المفاجأة يعمل ردة الفعل اللي ممكن ممكن بيوم من الايام توصلنا لتحرير الكدس رح نوصل لتحرير الكدس هيدا الشيء ما منه مهرب ما منه مهرب نهائيا Nokia Sheila نحن حوالة